اهلا بكم الاخوة الاخوات في قناتكم الرياضية نتمنى تكونوا في صحة جيدة تحييى الجميع متتبعي ومتتبعات الشأنوا الرياضي اليوم الاخوة الاخوات بدأت باحدث يتبلغ الليجة نهار عدوش عام ٢٠٢٠ رسميا بدأت بلاعب كثير ماتشات رايو بايي كانوا لحب الاميرية وربحات بجوج الزيرو. وبالينسيا للعبات التسعيبية او اشبيلية وربحات بجوج الواحد. اه مقابلة لعرفات يعني مشاركة اه الدولية المغربيين. الحارس اه المخدر من ياسين بونو. واللاعب اه المهاجم يعني يوسف النصيري. اه يعني مقابلة لعرفات خسارة فريق الاشبيلي وخسارة يعني فريق او خسارة فريق ياسين بونو ويوسف النصيري. اه بونو اللي ارتلت عليه في هاد اليومين اه الهضرة على انه غد يقدر يكون اه في هاد العام ضمن صفوف فريق ريال مدريد. لكن تين بزاف ديال ديال العقابات في هاد المسألة هذي. باقي تين تشاورات باقي تين واحد المفاوضات. اه بزاف المسائل. وبخصص انه انه يعني تتبلت انه فريق ريال مدريد بغي بونو غير باش يسد به ديال الخاصات ديال الكورت واحد العام صافي. حكا احنا بغينا مسلا ندير مسلا واحد العقد اعارة لموسم واحد فقط. اه يعني تشيل كبير ان الريال بغير تقضي ببونو وتلوحو. اه بالاضافة لان الريال تتفكر حسف انه بونو واش غير تنازل ولا واش غير العب اه كاس افريقيا الفين وربع وعشرين اللي غادي تلعب في 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 الفين وربع وعشرين لانه غي تلعبت. الفين وربع وعشرين غادي تلعب في شهر واحد غادي تكون يعني تكون شامبينس الليبادية الكوبا ديري البوتولة. واش ترية لا غير قبل بها تشيي. ازا شبون غير قبل بها تشيي. الله أعلم مهم. النصيري قبيعة العالم فاضل ماتش بعد ما كان الفريق متأخر بواحد لزيرو الهدف كان سجله الفالنسيا مختار كودابي من موراها يعني في دقيقة تعدد السين يوصف النصيري كي سجل هدف رائع صراحة بعد ما واحد العامل اللي قام بسوسو وحطها نصيري للماركها اه الهدف ديال فالنسيا ديال الرباح مركة اه قابي غيرا مركة طقيقة 88 وعطى الفوز الفريق اه الخفافيش ديال فالنسيا بجوج الواحد اه والمقابل اللي تلعبات يعني خارج ديار اه يعني القلعة اه الفالنسيانة يعني تلعبت في سيفيا ما تلعب في اشبيليا وبجسم الفريق بالنسيا بالنسيا اللي كان عارفه انه كان يعاني في مؤخرة الترتيب اه العملي فاته وكان قابقه وصيني او ادنى انه يطيح يعني اه فحاول انه يصوفي الموسم دياله تلتت منه قاطوح الله بعدها بالنسيا اللي الامور دياله ماشي بخير كان بزاف ديال الصداع عندهم في الادارة بزاف المشاكيل اه اللعابة ما يعني مرادينش حلال الفريق وبزاف فات السيف كان بزاف ديال اللقاء على النبالينسي ستعاني هاد العام حنا غادي نشوفوه غنتفرجوه وطبيعة الحال تشويقي السامير ما شغال ليجا اللي بدات ربدات الليج اه بدات اه البريمير ليج اه يعني ما شصرت يتيف ساتحات يعني حملة الدفاع على اللقب دياله بفوز 3-0 مهم عشان هنضرو في من بعد حنا هنضرو الى بونو النصيري اه انتو ما اعطوني في يعني في الكومنترات شكون غادي يعني يقدر يضفر بالخدمات ديال بونو واش غايب افسي فيها واش غايب امشي للريال مادريد ولا فريق اخر هاتش اللي غنشوفوه ما بقاش بزاف في الاخر ديالة الشهر غنعرفوه انه غادي تسد المركاتو ولي عنده شفرقارة غايفق فيها في طبيعة الحال النصيري صراحة ما كنش حاضر على هاتش حاجة في اللاعبين ديالنا اللاعبين المحترفين كنا هضرو بزاف ديالة بحالين احنا بونو وغنشوفوه احنا في الحلقة نتبعوه معكم شنو غادي ترى هذا ما كان تعجيتي لكم اتلقى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة